نرحب حضراتكم مرة تانية ونرجع بقى مرة كمان للسحيرة المستديرة النهر ده في مباراة قوية تجمع بين الأهلي ورجاء المغربي في ربع نهاية بطول الدوري أبطال أفريقيا هي المواجهة اللي بيسعى لها المرض الأحمر حقيقة وبيسعى لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة قبل السفر للمغرب لقوض مباراة الياب يوم 29 أو 29 إبريل الجهري صحيح ايه فرص النادي الأهلي استعد ازاي هل هناك استعدادات خاصة في القلع الحمراء بسبب هذه المباراة حالة الطوارئ أعلنت ازاي هنستعرض معكم كل تفاصيل المباراة أهميتها ضغطنا في السوديو النهر ده الأستاذ عثمان إبراهيم النقط الرياضي مشرفنا في السوديو صباح الخري مصر أهلا بيكم صباح الخير طبعا وكل عام ومصر كل خير والأمة العربية والإسلامية بالنسبة عدي الفتر يعني إن شاء الله يكون ديوف خفاف بعيدا عن الأكلات التيلة بتاعت الايد إن شاء الله يكون ديوف خفاف في يوم مهم جدا جدا أعتقد إن شاء الله يكون يوم عيد لكورة مصرية إن شاء الله إن شاء الله يعني هو مورة تانية لأهلي عاد بقوة بعد فوزه على الهلال السوداني ده حقيقة وهو بيتأهل لدور ربع النهائي ماتش مهم من النهار ده أصعب ماتش أصعب ماتش دور التمانية ترمى مش عقورة هنقول إن شاء الله لا مش أصعب ماتش لأهلي أنا أعتقد أو أقول إن هي أصعب مواجهة في كل موجهات دور التمانية يكاد يكون التلت ماتش دور التانيين من نسبة كبيرة محسومين لأصحاب الصدارة لكن المباراة دي هي الوحيدة اللي ممكن نقول فيها فيه نسب متساوية في حزوز التأهل لدور قبل النهائي شايف بقى كده قراءة سريعة ومبدئية للأهلي النادي الأهلي طبعا تعرض لهزيمة قصية جدا من ساندونز خمسة اتنين من بعدها النادي الأهلي دخل في ورطة كبيرة جدا جدا الموضوع ما كانش في إيده لكن ممكن نقسم اللي حصل بعدها على مراحل كانت أول مرحلة اللي الأهلي كان عاوز يتخطى الأزمة في أفريقيا ويوصل لدور التمانية ده كان هدف كبير جدا جدا طبعا كان محتاج شواء التوفيق إن الهلال مع ساندونز في السودان الهلال ما يحققش الفوز وده اللي حصل الأهلي اللي ساعتها كان أول خطوة عملت صح إنه مرجعش من جنوب أفريقيا مباشرة للقاهرة لأنه كان عنده مباراة اللي بعدها في الكاميرون فقعد يومين أو ثلاثة في جنوب أفريقيا وسافر للقاميرون وطبعا كانت النتيجة فوز 4-0 على القطن الكاميروني تيجى كبيرة جدا جدا بعدها رجع ولعب الهلال السوداني وفاس 3-0 وحقق التأهل بإيده لدور التمانية صاحب مركز تاني جد بعد كده طبعا القرعة أنا أقول لكم هنا قبل كده إن كتير ممكن في نفس المكان هنا قلنا إن كل الأندية اللي هتتصدر مش هتتمنى إنها تواجه الأهلي كلهم بلا استثناء أقل حظا من الترجي والودان كنا نحن نتكلم هون بارح بالليل الترجي فاز على شبت القبال الجزائري في الجزائر 1-0 فتقريبا الترجي خلاص وصل للسيمي فاينل وعلى فكرة الترجي المورا دي هو لهفوز هو المنافس بتاع الأهلي والرضاء في دور قبل النهاء فالأهلي عدى المرحلة دي بشكل كبير جدا جدا بنجاح يعتبر صاحق فوزين سبع هداف تأهل كتاني مجموعة يعني حقق الهدف المرجو منه بالتأهل لدور التمانية لسابع موسم عدى والي رقم مفيش ولا فريق في أفريقيا كلها عامله سبع سنين توصل دور التمانية طبعا من النظام الجديد اللي هو دور 16 فيه أربع مجموعات الفريق الوحيد في كل فرق أفريقيا سبع سنين واربعة بيوصل دور التمانية رقم يعني فريد جدا جدا وعلى فكرة في السبع سنين دول أو الست سنين اللي فاتوا وصل خمس مرات فاينل عشان كده بقولوكو كل الفرق بتبقى مرعوبة من الأهل مش عاوزين يقابلوه صحيح بمعارفين الأهل ما بيخش في الأدور الإقصائية يختلف تماما عن دور التمانية بعدها كتت مرحلة تانية مرحلة محلية وكانت مهمة جدا جدا كان ثلاث ماشات في الدوري وكان نهائي كاس مصر فالأهل كان قفل الملف الأفريقي وبدأ يركز انه عاوز يحقق نجاح كبير في الملف المحلي وبالفعل تلت فوق تلتة انتصارات في الدوري كلها كلين شيت بدون انتلقى ولا هدف على المحلة وفارقه تلاتة صفر وتلاتة صفر وأخيرا سموها اتنين صفر بالرغم ان كولر عمل تبديلات كتيرة جدا وتغييرات فيه تشكيل كزا مرة في التلت مطشاط وطبعا نفوز على برامدز مبارنة مهمة نهائي كاس مصر اتنين واحد وبركة حماسية جدا جدا والاهل يحقق فيها الفوز عشان يفوز برقب ثمانية وتلاتين في كاس مصر وطبعا اهلوا ان يلعبهم خمسة مايو مع الزمالك في السوبر يعني شوفوا الحاجات بتسلم بعضها ازاي رجع تاني دي كده خد محلات افريقيا عداها حقق الهدف منها المحلية عداها حقق الهدف منها عزل صدرته للدوري فرق اربع نقاط عن فيوتشر وعنده تلات مؤجلات انحقق يلفوز فيها يبقى الفرق تلاتاشر نقطة وخد كاس مصر يعني كده يعتبر يعني يحقق العلامة كاملة زي ما يقوله هيخش على مرحلة جديدة مهمة بدايتها النهاردة الاهل والرجاء في استاد القاهرة ماتش الزهاب السبت الجاي مباراة العودة في المغرب الجمعة اللي بعدها الاهل والزمالك في الامارات ان شاء الله كاس السوبر المصري دي المرحلة الجديدة اللي اهل يدخل عليها تلات ماتشاط عاوز حقم هنا هدفين الهدف الاول يوصوله ده لقبل نهاية افريقيا والهدف التاني انه يفوز بالسوبر المحلي طبعا حساب غريم والتقليد الناس الزمالي فاعتقد ان هي هدف كبيرة لكن المراد الميزة ان فيه 18 يوم يعني فيه فرق كويس جدا ما بيش منشط محلية خلينا نتكلم على غريم النهاردة بلاش نتكلم على يعني النهاردة الرجاء المغربي حل كلمت انت عن الاهلي عايزين اتكلم برضو على الرجاء المغربي اكيد طبعا فرصه عمل ازاي مشاركاته اصاباته لا عبته عملها ازاي استعداداته عملها ازاي طيب الرجاء المغربي عنده خمس غيابات والاهلي يعتبر عنده أربع غيابات غيابات الاهلي طبعا رامي ربيعة ومحمد الدو كريستو لسه مصابين آخر حاجة وقبلهم طبعا كريم فؤاد وكرم طوفيق ربنا يشفيه من رباط الصليبي لكن كريم فؤاد وكرم طوفيق مشاركة عن عملهم غيابات لان خلاص فيه محمد هاني وفيه خدر مفتاح كابودة لك في المكهز الظهوري ايمن رامي ربيعة فيه موجود متولي وعبد المنعم فكل العيب فيه مكان واحد تاني ناحية تانية في الرجاء عنده خمس غيابات لكن الخمسة بنهم فترة مش بيلعبه في فترة اخيرة فيعني اعتبر الفرقة متأقلمة او منساجة مع الوضع ده طب الرجاء الناس خايفة منه ليه لكذا سبب تصدر مجموعته اكتر فريق جامع نقاط في دور المجموعات اكتر فريق سجل اهداف سبعتاشر هدف في دور المجموعات اقل فريق في التمانية اللي وصلوا دور التمانية تلقى اهداف تلت اهداف فالناس شافة الارقام كده مبهرة وممكن تقول عليها مرعبة لكن لو جينا نشوف التفاصيل اللي جوه لا الرجاء كان في اسهل مجموعة في دور المجموعات يعني المجموعة الوحيدة اللي اعتبر كان فيها حصلتين مش حصلة واحدة الناس دافل مصطلح الحصلة اللي هو الفريق تطلع مركز رابع لا المجموعة الوحيدة اللي فيها حصلتين كان معاه فرقتين بيخسروا سبعة وخمسة فما ينفعش انت تقس بيها ودي العقب اعتقد اللي تواجه الرجاء ان اول اختبار حقيقي ليه في افريقيا جي قدام الاهلي وربما دي تكون في صالح الاهلي وضد مصلحة الرجاء طيب الرجاء في افريقيا ماشي بشكل مرعب زي ما قلنا اخد اول وماشي مخسر ولا اخسارة هم تعدلين بس وفوس في كل الماتشاط وسبعتاشر هدف سجل وطلقة تلاتة تيجي تشوف الرجاء في الدوري يعني احنا قلنا الاهلي في الدوري قررنا بين المحلي او المشوار المحلي والمشوار القرر الرجاء في الدوري مركز خامس بفرق خمستاشر نقطة انا متصدر يعني فرق بينه وبين الاول خمستاشر نقطة يعني يكاد يكون حلم المنافسة اصلا مش موجود على الدوري المغربي ده برضو سلاح زو حدين انه ممكن يفكر اكتر ويركز على دورة بطول افريقيا ويهم الملف الدوري انه خلاص المنافسة بقت بعيد نا وبالنسبة لنا احنا برضو سلاح زو حدين عشان احيانا لو ندخل متطمينين قوي لا مش اتمانا وبالقراءات دي احيانا نسأل لها اصعب مباراة هي اصعبها في دور التمانية لكن المؤشرات بتقول ان الرجاء في اخر 6 ماتشات في الدوري فاز مباراة واحدة تعادل مبارتين خسر 3 يعني خسر 13 نقطة في الدوري في اخر 6 ماتشات فاز ماتش واحد وتعادل ماتشين فهو ده احنا فيه تراجع في النتاج موندر الجبير المدير الفني للرجاء اعترف قال ان هالفتر اخيرة عنينا شكل كبير جدا جدا في المجهات بتاعتنا ولكن احنا بنعرف نلعب في الماتشات الكبير هو قال كده وده كلامه صح لان ما كان بلعب الوداد المغربي الجولة قبل الاخيرة في الدوري الجولتين تقريبا المباراة انتهت اتنين اتنين مباراة قوية جدا جدا من الرجاء والوداد فطبعا دي برضو تدي مؤشر ان الفريق بيعرف في اللعب في الماتشات الكبيرة لكن هو الفرقة كاسماء ما فيش اسماء ترعب مع فرقة الرجاء حاليا ممكن هو المهاجم حمزة خابة لعب اسمه يوسري بزوك جزائري في وسط الملعب عبدالله الحافيزي طبعا نص من قمت بتوين عرف الاسم عبدالله الحافيزي برضو جناحة وفسط الملعب هم ده الأبرز تلك لعيبة في الرجاء المغربي لكن باقي الفريق اعتقد انه في المتناول واعتقد انه دي الاهلي قادر انه هو هي نتيجة ايجابية في وسط جمهوره النهاردة وبنتمنى زي ما كنا في نفس المكان هنا وقلنا قبل ما تشاهد الهيل السوداني وقلنا رسالة الجمهور ممكن تفتكروا وقلنا وقتها كان في بعض الحاجات على السوشيال ميديا مش مظبوطة بتحصل وكان في مؤشرات غريبة بعيدة تماما وقلنا ساعتها انها كانت بيدي عن كورة القدم كي احنا شايفين طبعا الملف السوداني دلوقتي بنتمنى لهم كل خير طبعا لكن واضح انه كان فيه ناس بتلعب بشكل يعني طبعا غير جيد في هذا الملف عشان يحصل حاجة في ماتش الاهلي والهلال لكن الجمهورة عمل ملحمة قوية جدا جدا نتمنى تكرارها النهاردة ولازم جرون الاهلي يبقى عارف ان الناس كلها بتساعدهم يعني ما شاء الله جهات الامنية بتوافق لمرة تانية على اكتر من خمسين الف متفرج كل الجهات المسؤولة واحنا في ايد كان ممكن الناس يقولك لا انا عيد وعندنا تأمينك كتير وفوصح لكن لا ما حصلش فالناس كلها مسؤولة على قدر التحدي وبتحاول تسهل حتى لو شفت هيئة المتر الأنفاء والنقل العام لا فيه خالية نحن شغالة رغم ما احنا عيد والناس اجازات لكن فيه خالية نحن شغالة بتسهل مهمة الجمهور كل عوال متوفرة اللي في ايده حاجة يعملها بيعملها لا ما نعزين بقى راضي الفعل من الجمهور انت تلتزم بتشجيعك عندك فرقتك 90 دقيقة شجاحها بحماس الناس اللي حضرت ماشي الهيل السوداني قالوا 90 دقيقة الملعب كان حرفيا كان فيه زلسال 90 دقيقة نتمنى ان ده يستمر الحماس ده مهم جدا جدا تحمس فرقتك وتبقى عامل ايجابي مساعد لحماس طيب فنيا شايف ازاي كولر يعني ممكن يتعامل ازاي مع المباراة دي التشكلات اللي ممكن يعملها التغييرات اللي ممكن يعملها اعتقد كولر خلاص الناس شبه عرفة النادي الاهلي بيعمل فيما عدا خط الوسط اللي ما شاء الله فيه كزا العيب بكزا اوبشن او كزا اختيار بيقدر يلعب فيه لكن خط الدفاع والحرس المرمى خلاص معروف الناس كلها عارفة محمد الشناو محمد هاني محمد عبد المنام محمد متولي طبعا عبدويته من الاصابة يعني اتمنى ان هو يكمل كتير في الملعب شوية بيضا يعني اصابة اللي بتهاجمه كل فترة وعلي معلول في الجنب الشمال الثلاثة الاعمالي برضو مفيش خلاف عليهم برستاء وكهرباء وحسن الشحات بالنسبة كبيرة كل الكلام على ثلاثة خط الوسط هل هيلعب بمران عطية وحمد فتحي ومعاهم عمر السلية ده اختيار فيه مجود فيه محمد مجد افشا موجود فيه القندوسي موجود فانت عندك ست لعيبة هاختري منهم تلاتة اعتقد الوحيد اللي ضامي مكانه مران عطية يلي حمد فتحي الرباع التاني ممكن تشوف واحد من الاربعة سواء السلية او القندوسي او افشا او ديانج حسب هو هيوظف اللعبة ازاي وعلى فكرة التلاتة بضع خط النص هم دول اهم تلاتة في الاهل النهاردة يعني بخلاف الظاهرين هاني ومعلول لكن سلاسي خط الوسط مهم جدا جدا عشان خاطر مش بس الهجوم لأ عشان تأمين الكرة التانية لأما الرجاء يدافع لان الرجاء بنسبة كبيرة هيلعب على تقفيل المساحات وهلعب على المرتدات فانت محتاج واحد او اتنين بيعرفوا يسترجعوا الكرة بسرعة جدا جدا ويمنعوا اي خطورة تتشكل على المرمى الاهلي لان الهدف النهاردة رقم واحد متستقبلش هداف نقم اتنين تحاول تسجل جون او اتنين لان عفكرة برضو الناس تبقى فهمة ان احنا دول خروج مغلوب مش هازم تكسب 4-0 و5-0 ناس بتتكلم كلام غريب جدا جدا لكن انا شايف لو اتنين وصفر مثلا نتيجة مقبولة جدا جدا سريعا جدا عشان خلاص تقترب موعد الموجز انت قلت دلوقتي انه الرجاء هيلعب على تقليل مسافات والمرتدات كلر هيلعب على ايه كلر هيلعب على استحواز وطبعا نختراق الفريق سواء من الجنبين او من عمق زي ما شفنا في المنشطات اللي فاتت كان فيه جمال واضحة جدا جدا الاهلي بيعملها اعتقد هنشوفها وتتكرر في مباراة النهاردة زي ما حصل في ماتش بيرامدز زي ما حصل في ماتش الهلال يعني الجن كهرباء الاولاني كان اختراق من عمق بكرة طولية اعتقد هنشوف نفسه الكرات موجودة في ماتش الرجاء ربما يكون في بعض اللقات يستفيد منها فيها فوات في دفاع الرجاء المغربي ان شاء الله يستفيد منها النهاردة والاهلي حق نتيجة اجابية يعني يضع بها قدما في دور قبل النهاء بإذن الله انا ببنى سهل ان شاء الله توقعاتك الماتش يبقى مكامل بايدنا عن الارقام النتائج الغريبة اللي تقالت لا لا يعني اعتقد ممكن تبقى 2-0 عند الاهلي هتبقى نتيجة مقبولة جدا جدا ولو حصل 2-0 في وقت مبكد يعني الاهلي هتقدم بهدفه تاني ربما لو رجاء اندفع الاهلي جيب سكور كبير ولكن خلينا نتكلم من منطق اعتقد 1-0-2-0 هتبقى نتيجة مقبولة جدا جدا قبل موجة الاياب يوم سابت الجان شاء الله تمام يعني اتكلمت عن نيكولر بيعمل شكل تقليدي او عندوش ابتكار في خطته يعني في عدد بس ما المواقع ربما بيغير ايه التشكيل المناسب او الافضل من وجهة نظرك كناقد رياضي ان نيكولر ينزل به هذه المواقعات اعتقد ان الدفاع والهجوم زي ما قلنا مفيش خلاف عليهم سواء معلول شمال ومحمد هاني يمين عبد المنعم ومتولف قلب الدفاع ومشنة وحارس مرمى ثلاثة الهجومي حسين الشيحات وبرستة ومحمود كهربا وفقا اللي احنا شفناه في الاداة الفترة اللي فاتت زي ما قلتلكه هو الخلاف في نص ملعب اعتقد ان مران عطية وحمد فاتحي واتمنى يكون القندوس معاهم لانه لعب صغير عنده فكرة لعب من شامل افريقيا بيعرف يعني برضو تبقى فيه استفزازات وحاجات بتحصل في الماتشات دي فاعتقد القندوس هيكون موجود هيبقى مفاجأة في اللقاء لكن موجود نظر كولر مش بيلعب المهاجئات بشكل كبير جدا جدا ولكنه بيلعب بواقعية لكن ان شاء الله ان هو عندهش ابتكارات لا هو عنده طرق لعب مختلفة او تاكتيكس مختلفة بيعتمد عليها ربما النهاردة لكن هلعب عني تاكتيك فيه ماتعرفش هلعب على الجنبين هلعب كورتولية انا بنتظار المباراة النهاردة اطمانك كل التوفيق طبعا لنادي الاهلي وان شاء الله نحتفل بكرة بفوز نادي الاهلي شكرا جزيلا اطمان ابراهيم النقط رياضي شكرا جزيلا شكرا